موسيقى بالأرقام عدد سدود القضائية ورجال الشرطة المسخرين لتأمين حالة الطوارئ بما أن سنة 2020 كانت سنة استثنائية فقد تطلبت إجراءات أمنية تتلائم مع حالة الطوارئ الصحية لمواجهة تفشي وباء كوفيد 19 الأمر الذي دفع المديري العام للأمن الوطني إلى اعتماد إجراءات تتلائم مع سياق الجائحة وتحدياتها على مستوى الأمن العام كما حافظت في المقابل على مخططات عملها الكلاسيكية المتمثلة في مكافحة الجريمة وصول مرتكزات النظام العام وتوفير الخدمات الأمنية الأساسية للمواطنين فبلغة الأرقام التي كشف عن التقرير السنوي للإدارة العامة للأمن الوطني فقد تم تنصيب 154 سدا قضائيا بمختلف المحاور الطرقية الرئيسية بالمناطق الحضارية والمدارية مدعوم بأكثر من 1699 نقطة تابتة ومتحركة لمراقبة التنقلات الاستنائية وتسهيل حركية البضائع والمواد الأساسية كان يعمل ضمنها 15658 موظفا لشرطة تمت تعبئتهم للعمل على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع كما تم إسناد هذه الوحدات بـ 1980 دورية محمولة لشرطة النجدة تضم في حصيصها البشري 11360 موظف وموظف للأمن تم دعمهم بعنص من شرطة الحدود ومراكز تسجيل المعطيات التعريفية والذين تمت إعادة انتشارهم للعمل الميداني بعدما توقفت حركية الصفر الدولية وتم تعليق عمل مراكز إصدار البطاقات التعريفية فخلال الفترة المرتبطة بمؤشرات الجائحة على المستوى الأمني رصدت مصالح الأمن الوطني 1968 1967 مخالفة لمقتضاية الإستثنائية لمنع تفشي وباء كوفيد-19 أصفرت عن إخداع 196 1972 شخصا لبحث قضائي كما تم حجز 408 705 كمامة طبية مزيفة أو غير مطابقة لمعايير السلامة والوقاية وتوقيف 284 مشتبه به في صناعتها وإعدادها وترويجها بالإضافة إلى حز 1383 لترا من المواد المعقمة المصنوعة من مستحضرات كيميائية مشبوهة ومضرة بالصحة العامة وتوقيف 28 شخصا للاشتباه في توروطهم في عرضها للترويج بالأسواق ترجمة نانسي قنقر